القصة فعلا كانت حلوة في مجد الصادق القصة أحلم فيها على كيفية تلقاء القبض أو التعرف على الفاعل الرئيسي مع أنها مر في أفعالها و انترحم على الشهداء في مجد الصادق أخي أبو سامع قضية المسجد الصادق كانت يوم الجمعة حدثت يوم الجمعة و كانت وقت صلاة جمعة رحمه الله عليهم كان يصلون صلاة الجمعة بلغوني أنا أذكر حتى أحييه الفريق سليمان الفهد هو اللي يتصل عليه بوقتها و قال لجيب ربعك و فريقك و هذا و فعلا جمعتهم و طلعنا للمكان الحال كان وقتها صاحب السمو رحمه الله عليه الشيخ سواح كان جاي هو أول مسؤول أمني و هذا يعني بينه وبينك أننا خايفين أنه ممكن تكون يعني أنت تدري كرجل أمني أنه ممكن يكون فيه خطورة تأثير تأثير بالنسبة لنا إحنا متعودين و نقدر يعني حتى أحد يعني بالنسبة لنا نقدر نتعامل معها لكن وجوده و لما قال كلمة هذولي عيالي هذي يعني كلمة كلمة مشهورة يعني جدا مؤثرة الله يرحمه الله رحمه الله إن شاء الله مؤثرة رحمه الله عليه الله يرزق الجنة لما بلغونا و طلعنا و لقينا كمية الجثات و طبعا الأولوية للمعاينة الفنية و رفع الأثار يعني إحنا عملنا كأدلة أساسه ماذا حدث و كيف حدث و ون المسؤول عن الحدث سؤال سؤال بو جاسم دامحنا بالحدث هذا نفسه الحدث هذا مساحته كبيرة و مسجد و حوالين المسجد مسرح الجريمة كان فعلا محافظين عليه الناس اللي أول ما وصلوا للقوات مثل الدوريات و المهور نعم نعم حافظين عليه كانوا كان فيه تعاون أمني حلو حلو لأن هذه إرشادات احنا دائما نعطيها للأخوان بالدوريات و اللي يسمونهم فرغ الاستجابة الأولى نعم نعطيهم دورات و نعطيهم إرشاداتنا اللي نبيها للمحافظة على الأدلة فكان فضل من الله محافظين عليه لما وصلنا طبعا كان الأدلة و كان أولوية طبعا للجثث طبعا المصابين الحمد لله تم اسعافهم و راحوا للمستشفيات لكن حنا قاعدنا يعني مع الجثث للتعرف عليهم و مهم جدا أنت بتعرف منه الجاني الجاني طبعا لأنه كان هو أكثر التأثير على تبر أنه كان حاط حسام ناسف فكان هو اللي جثته كانت متجزة فنبي نحاول نعرف بيناته من خلال بصمات من خلال دياني للأسف ما لقينا أي شي له على الاعتبار أنه هو أول مرة يديش الكويت و كان طبعا مجند و كان الحارث معين جنده جاء لبس حسام ناسف لبس لبس كويتي و دخل للمسجد الشغلات الغريبة اللي فعلا يعني وقتها وحنا طبعا أول مرة الكويت و تعاوننا بعدين من الخليج من خلالها لقينا أن الشخص هذا كان ماخذ مخدرات نوع من أنواع المنشطات اللي هو الشابو يعطيه قوة و الشجاعة يعطيه قوة و شجاعة و ما يتردد و ما يرجع نعم و هذه احنا أول مرة نعطيه الكويت صارت فيه قضايا بعدين في دول الخليج حولينا و فعلا لقوا عام المشترك أنه نفس كان يعطونا نفس الموضوع مادة الشابو مادة اللي هي تعطي نوع من أنواع القوة اللي هي مادة مخدرة و مدرجة بالجذب المخدرات فهذه أول نتيجة طبعا احنا اللي بنعرفه استفدنا بعدين من الكاميرات الأمنية اللي نرجع و نقول هميتها اللي من خلاله دخوله للمسجد قبل انفجار الشخص هذا بالإضافة إلى السيارة اللي كانت نزلت الشخص هذا هني طبعا دورنا السيارة لازم نربطها بالحالة من خلال دليل لقينا عينات الديينة الموجودة من الجثة المتفتتة المتقطعة موجودة في السيارة هذا هني صار في عملية ربط فبالتالي السيارة هذه الشخص اللي جابه معناها موجود و ممكن يكون له دور في عملية مشاركة في الجريمة الشخص و شلو نتعرف عليه ما قدرنا إلا من خلال طبعا عندنا الديينة فيه لما تم طبعا الكاميرات و حددنا شكله خلاص هنا اني نعرف بس كنوع من الاطمئنان فيه كانت تقنية جديدة اسمها التعرف على الشكل من خلال عينات البيولوجية أو الديينة فراصلناهم بس حطينا عينا عن مرات المتحدة أمريكا نعم فيه مختبر بأمريكا و كانت الفكرة و العلم هذا قائم عليه الدكتور محمد العنزي اللي نمسيه من خلال برنامجنا هذا و فعلا هو قاعدة علمية ما شاء الله نفتخر فيها في خبرة في مجال الديينة كل ما هو جديد قاعد يحاول يتابعه و يجلبه لمختبرنا ففعلا جبنا واحد من العساكر معروف عندنا من عيالنا و أخذنا عينات الارهاب يال دزينا عينات الدم لهم جت بعد فترة الى الشكل اللي بحق ولدنا نفس الشكل اللي تكلم عن ولدنا و الشخص الموجود بالمكتب نعم علشان أطمئن هذه على أنه لم تعطي نتيجة هذه الخبرة التي تكلم عنها و هذه دائما أنت لما تكون عندك مجهولة تحاول تأكدها من خلال عينة معلومة إذا أعطتك نفس المعلومة اللي أنت عرفها قبل فبالتالي أنت ترتاح للنتاج الثانية و تقدر تقدمها كالتحقيق نيابة اللي من خلالها طبعا نفس الأوصاف طلعت سبحان الله طلع نفس الشكل سواء للارهابي اللي كان شكله بالتصوير أو حتى اللي هو الولد أنا أقصد الموظفين اللي معاكم كانوا بالمكتب نفس الشكل بالضبط؟ واحد نحن أخذنا دازلنا حق واحد بس اللي سونا عليه تجربة نعم نفسه نعم نفس الشكل طبعا كان متبني الفكرة هذه كان الله يمسي في خير الفريق متقاعد العوضي كان هو وكي قطاعنا عبد الحميد العوضي ابن الحلال لما قلنا للفكرة تبناها و دفع هو المبلغ اللي من خلاله سونا التجربة هذه و كانت يعني فكرة يعني رائدة و تقدر تستفيد من يد ديناي بالشكل هذا يعني بجمالات و مجالات واسعة في العلم هذا نعم